السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم رامي احمد مقروب الهندسة الانشائية والطرق سنتعلم اليوم ان شاء الله درس جديد من الدروس الخاصة ببرنامج الاوتوكاك وهو امر ستريتش ملتبه طيب سنتطرق اولا الى امر ستريتش لكي نرى الفرق مع بين الامرين امر ستريتش يمكننا الوصول اليه من خلال قائمة موديفاي هذا هو امر ستريتش او اختصاره اس انتر تمام سنقوم على سبيل المثال بعمل ستريتش او شد للجزئين الطرفيين تمام على نفس مستوى القزء الوسطي مثلا لو قمنا قمنا باختيار الوبجيكت هذا تمام والوبجيكت هذا ضغطنا على انتر اوكي وقمنا بعمل شد لنستطيع عمل ستريتش للجزئين وانما الجزء واحد فقط وانما امر ستريتش ملتبل يمكن عمل ستريتش لعدة اجزاء من الجسم تمام طيب وللوصول الى امر ستريتش ملتبل طبعا نقوم بالذهب الى تبويبة قائمة تمام لاحظ هذا هو امر ستريتش ملتبل يمكننا الضغط على ستريتش ملتبل لاحظ هنا نقوم باختيار على سبيل المثال لاحظ يقوم بعمل مربع او مستطيل باللون المجنتة بشكل متقطع نقوم باختيار القزء الثاني ايضا الذي نريد عمل ستريتش له هذا القزء نضغط انتر لاحظ نقوم باختيار او الضغط على نقطة الستريتش البيس بوينت ونقوم بالسحب لاحظ الى نقطة الى النقطة المطلوبة نضغط على هذا المنطقة قام بعمل للطرفين للاجزاء الطرفية قمنا بعمل الى مستوى القزء الوسطى وبهذا ننهي الدرسنا الخاص بهذا اليوم ان شاء الله يكون درس سهل و بسيط ورحمة الله وبركاته